مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى المعدلاتها والطاقس يكون مائل للدفئ أثناء نهار يوم الأحد لكن هناك زخات محلية من المطار متفرقة في ساعات الصباح على مناطق البادية الجنوبية وجبال الشراع لكن بعد الظهر في أقصى شمال شرق المملكي وبالذات على الحدود الأردنية العراقية هناك زخات متفرقة من المطار مشاهدين فاصل ونواصل قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نراحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية دافئة نسبياً بحيث تكون درجات الحرارة المتوقعة أيام الأحد والاثنين أعلى من المعدلات ما بين ثلاثة إلى خمس درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة في البداية أجواء لطيفة ثم تميل أجواء إلى البرودي بعد منتصف الليل تصبح الأجواء باردة نسبياً وفي ساعات الصباح الباكر ودرجة الحرارة الصغرة 11 درجة مئوية الرياح جنوبية غربية جماع بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة سرعة بتزيد من الشعور والإحساس بالبرودي خاصة أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر الرطوبة النسبية أيضاً مقفضة حوالي 34% أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء لطيفة أثناء النهار مشمسة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مع بين 3 إلى 5 درجات مئوية تظهر بعض السحب أحياناً العظمى 20 درجة والأجواء أثناء الليل تميل إلى البرودي خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر والصغرة المتوقعة 12 درجة يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لكن يوم الاثنين تنخفض قليلاً درجة إلى درجتين عما ستصل إلى نهار يوم الأحد لكن تبقى الأجواء اللطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودي ليلاً ويوم الاثنين ليلاً تتكاثر السحب أيضاً تدريجياً والعظمى المتوقعة يوم الاثنين بحدود 19 درجة مئوية في حين أن معدل العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 16 درجة مئوية ومعدل الصغرة بحدود 7 درجات مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله تتأثر المملكة بمنقفة جوي وكتلة هوائية باردة لذلك يطرق انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة أيضاً تصبح الأجواء يوم الثلاثة باردة غائمة ماطرة بإذن الله الأمطار تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالبرق والبرد والرائد أحياناً ومن غزارة الأمطار ينتج هناك أيضاً ارتفاع لمنسوب المياه وأيضاً هناك حدوث للسيول وجريان للسيول خاصة في الأماكن المنخفضة والأودية العظمى المتوقعة 13 درجة أجواء باردة درجات الحرارة أقل من المعدل بشكل واضح والصغرى المتوقعة بحدود 7 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية يوم غير الأحد إربط 25-15 المفرق 25-13 عجلون 23-12 وجرش 25-14 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الوسطى أجواء لطيفة بالنهار تميلة البرود ليلاً والبلقاء 23-14 مأدبة 21-13 عمان 20-12 الزرقاء 25-14 البحر الميت أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 29-20 العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية أيضاً أجواء لطيفة في النهار تميلة البرود ليلاً الكارك 22-13 طفيلة 20-12 الشراحة 18-10 ومعان 23-11 أما خليج العقبة أجواء معتدلة ومشمسة في النهار لكنها لطيفة ليلاً العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء لطيفة نهاراً تظهر بعض السحب وأيضاً الأجواء تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الأزرق 27-12 الصفاوي 26-12 والرويشد 27-12 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري